دشن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي اللواء الدروس الزبيدي عمالا لقاء التشاوري للمكونات والحزاب السياسية الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني الذي يعقد في العاصمة عدن خلال فترة من 4 إلى 7 مايو تحت شعار من أجل الجنوب الجديد يسط تطلعات شعب الجنوب في الاستقلال واستعادة دولة الجنوب الفدرالية المستقلة وتحدث الرئيس الزبيدي خلال اللقاء بكلمة رحب فيها في مستهلا بكافة الحاضرين من مختلف المكونات والحزاب السياسية الجنوبية في مقدمتها اللواء الركن محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق مشيرا إلى أن تدشين هذا اللقاء من عاصمة الجنوب عدن يعد عهدا جديدا من النضال الذي سيضع فيه المشاركون لبنة أخرى في مدماك تعزيز وحدة الصف الجنوبي ليوكدوا بذلك أن الحوار وسيلة حضارية لحل القضايا وإنهاء التبايونات السياسية وشدد على أن اللقاء يجسد نهج التصالح والتسامح والتضامن الجنوبي الذي يشكل الركيزة الصلبة للانطلاق مسيرة ثورة الحراك الجنوبي السلمي ولفت إلى أن دور الحوار الوطني في تبديد الرهانات القيمة على تمزيق صف شعبنا وتشديد قواه المناضلة كما أكد أن انعقاد اللغاء التشاوري بالتزام مع الذكرى السادسة لإعلان عدن التاريخي تجسيد واضح للتزام الجميع بما عبرت عنه الإرادة الشعبية الجنوبية في ذلك اليوم وأشار إلى أن نجاح المجلس في سنوات قليلة أن ينتقل بغضية شعب الجنوب إلى مراحل متقدمة عززت حضور الجنوب وغضيته الوطنية على مختلف المجالات مؤكدا أنه بات من الصعب تجاوزه أو الاتفاق على قضيته اشتركوا في القناة